اعتمد المجدس البلدي لبلدية مدينة انجمينة الميذانية العامة لعام 2018 والتي تقدر بأكثر من 9 مليارات وقد رأست الجسة عمدة البلدية مريم جمع عباد بحضور المندوب العام للحكومة لدى بلدية انجمينة الدقو يعقوب تغرير الحسين النور في مطلع العام الجديد تضع جميع المؤسسات والحيئات خطة عملها في المشاريع والعمال التي تقوم بها خلال سنة كاملة وأولى هذه الخطط الميذانية التي تنفذ بها تلك المشاريع التي رسمت في العراق وفي هذا السياق اجتمع المجلس البلدي لبلدية انجمينة لدراسة واعتماد الميذانية العامة لبلدية انجمينة لعام 2018 وكان ذلك بحضور منذوب الحكومة لدى بلدية انجمينة الدقو يعقوب الذي اكد بان للبلدية محامات عدة تقوم بها كتزين المدينة ونظافة الاسواق الكبرى فضلا ان تنظيمها للمناسبات الوطنية وان كل حزاوزات تحتاج الى ميذانية موحدة لتسهيل الخدمات التي تقوم بها البلدية وبعد اكثر من ستة ساعات من المناقشات والمداولات التي قام بها مستشاري البلدية توصلوا الى اعتماد الميذانية العامة لبلدية انجمينة لعام 2018 والتي تقدر بـ 9 مليار و 398 مليون فرانك سيفا مريم جمعي بيت عمدة بلدية انجمينة قالت ان بحزه الميذانية حددت جميع العمال التي تقوم بتنفيذها البلدية لذا طلبت من العاملين الاخلاص في العمل من عجل تنفيذ كل العمال المرسومة على ارض الواقع خلال عام 2018 وباعتماد حزه الميذانية لبلدية انجمينة ستكون جاهزة لبداية نشاطاتها في مطلع العامة الجديدة بالعودة الى خبر وزير المالية والميذانية الدكتور عبدالله الصابر الفضل الذي قام اليوم بذيارة للدارة العامة الجماريك بحارة تكرة وتهدف زيارة الوزير وعقب تصريحاته بعد الزيارة انها تهدف الى الوقوف حول البضائع التي ادخلت العصم الجميلة عن طريق التهريب ادم محمد شرف الدين خمسة عشرة الف وستمائة وسبع وثمانون جوالات من العسمنت المحربة من بعد التجار و الف ومائتان وخمس وتسعون حاتف من مختلف عنواء الحواتف النقالة استطاءت قواد مكافعة التحريب التابعة للجماريك من ضدها وتم ارضها امام الصحافة بحضور وزير المالية والميذانية الدكتور عبدالله صابر فدل والمدير العام للجماريك والحقوق غير المباشرة وفور وصوله اقد الوزير لقاءا مسغرا استماء خلاله الى بعد الصعوبات والمشاكل التي تواجه ادارة الجماريك كما دعا المدير العام للجماريك المواطنين الى ضرورة فحم عمل قوات الجماريك وزير المالية والميذانية الدكتور عبدالله صابر فدل وبعد تفقده هذه المواد التي تم ضبطها اثنى على جهود رجال الشرطة الجماريك في مكافحة التحريب داعيا اياهم للمضي قدما لانجاه هذه المهمة كما قال ان البلاد تمر بصعوبات اقتصادية وان السلطات العليا ممثلة في رئيس الجمهورية ادريس ديبي ادنو اعطت توجيهات صارمة بالكفاه ضد داعي امل يؤثر على الامن الاقتصادي كما شهدت المناسبة تقديم ثلاث عربات ربائية الدفع من مارك تويوتا لقوات الجماريك لمكافحة التحريب من قبل شركة سونسيم وفي صفحتنا السياسية حيث نظم حذب التجمع من ايدي الديمقراطي والتقدم اردبي لقاء جماهريا حاشدا وذلك الاحتفالي بمناسبة ذكرى السادسة والعشرين من تاسس الحذب كان ذلك بعضور الرئيس الوطني لحذب محمد اللاغو طاهر هارون ابو ادم والمزيد من التفاصيل حضور جماهري حاشد اكد من خلاله حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم اردبي نضوجه وارضيته في المسرح السياسي بالبلاد المناسبة هي الذكرى السادسة والعشرون من تأسيس الحزب وقد انتهزت الادارة المركزية للخزب هذه الفرصة بتنصيب عضاء الهياكل الجديد للانخراط في مهامها حسب الخطة المرسومة وهي نشر الروح النضالية في اوساط المناضلين ليحتفظ حزب اردبي بشعبيته ويتطلع الى حجد المزيد من المناضلين لبسط نفوذه في ظل الحراك السياسي الذي تشهده البلاد تحت مظلة الديمقراطية التي تزداد قوة يوما بعد الاخر وبدأ تنصيب المنسقيات بمنسقية المرأة حيث قرأت القرار الذي تم بمجيبه تشكيل المكتب السكرتيرة الوطنية المكلفة بشؤون المرأة فاطمة محمد سعيد وان هذه المنسقية ستباشر عملها بقيادة المنسق نيلومتا فالمتا يامغوتو هذه المنسقية ستعتني بقضايا المرأة على كافة العصيدة وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسعي لتحقيق الرفاهية باقل قدر ممكن اما مكتب الشباب يترأسه المنسق جناتا بولداد كما نصب رسميا الامين التنفيذي النائب الثاني لردبي صالح كوشي فدرالية مدينة انجامينة وان هذه المنسقية ستبدأ في النشاط السياسي بمختلف الدوائر بالعاصمة انجامينة وانها تمثل الدور المحوري للحزب وقد هنأ الرئيس الوطني للحزب محمد الله طاهر مختلف عضا هذه الهياكل وعقب ذلك قدم خطابا اوضح فيه ان الحزب ار دي بي مجموعة برلمانية بالجمعية الوطنية وله فراء في كافة انحاء البلاد كما ان الحزب ساهم فعليا في ولادة الديمقراطية الصعبة ووضع المؤسسات التي تكفلت الاستقرار السياسي في تشات ولتحقيق التناوب الذي بادر به الرئيس المؤسس فان حزبهم قدم درسا مثاليا لديمقراطية الداخلية لكافة الطبقات السياسية على حد تعبير الرئيس الوطني محمد الله طهر ومن ناحية اخرى فان الحزب يطمح الى بناء تشاد وجعله بلدا مزدهرا والكفاح من اجل ان يعيش كل تشاديين بكرامة وتحت سلطة العدالة وفي احترام وامن تمين وان التنمية المنشودة يجب ان تمسك كل اشرائح المجتمع حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم ار دي بي هو من الاحزاب المتحالفة مع الحركة الوطنية للانقاذ انهى حزب الحركة الفدرالية من ايدي الجمهورية مؤتمره الاول لعام 2018 كان ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب والمناظرين له ابراهيم شرف الدين في سياق هذا التقرير الذي يخطف علي فاضل كديركي بعد يومين من المداولات والمناقشات وتبادل وجهات النظر بين اعضاء الحزب السياسي للحركة الفدرالية فار انهى المشاركون في امال المؤتمر العام العادي الاول للحزب والذي كان تحت شعار تقوية الحزب وترسيخ مبادئه ومكتسباته السياسية حيث ناقش المؤتمرون العديد من المشاكل التي تقف اائقا امام تحقيق اهداف الحزب والبحث عن حلول لها من جانبه الرئيس الوطني للحزب يورانغارانغرلاجي اثناء كلمته عرج للظروف التي يمر بها الحزب في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد العمر الذي جعل بعض اعضاء ومناظلي الحزب يتحربون من دفع الاشتراكات المستحقة للحزب وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون بتوصيات عديدة منها توسيع المكاتب الادارية في جميع قاليم البلاد واختيار ممثلين اكفاء وفتح الفرص امام الشباب للمشاركة السياسية من اجل تحقيق اهداف الحزب يواصل الفريق الفني للشركة الوطنية للكهرباء حملة ضبط المخالفين للنظمية المتبعة لتوصيل التجارة الكهربائية حيث وصل الفريق الى الدائرة الثامنة محمد عثمان بشير فريق الفني للشركة الوطنية للكهرباء وفي اليوم الثالث على التوالي مدعوم بعناصر وحدات الشرطة القضائية لا زال يواصل في حملته الرقابية ضد اولئك الذين يقومون بتوصيل الاسلاك الكهربائية تعد مخالفة للقانون حالات غريبة ومتعددة في توصيلات الاسلاك الكهربائية بطرق عشوعية قد لوحظت هنا بهارة دينجسو بالدائرة الثامنة وعن هذه المشكلة تقول الشركة بانها تعد العيق العكبر في مسيرة عملها خاصة وانها شهريا تنفق ما يقارب الخمس مليارات من الفرنكات في شراء الجازولين لمولداتها الكهربائية تقول الشركة ايضا بان هذه الافعال المخالفة للقانون قد بدرت من قبل افراد لا يحترمون القانون وان الشرطة القضائية وعلى رأسهم الداعي الجمحورية سيتعملون مع هؤلاء الافراد بناء على النصوص القانونية وان الشركة بدورها لن تتنازل عن حقوقها من هؤلاء الافراد مهما كلفها من ثمن وتعمل الشركة من المواطنين ايضا التواصل معها بطريقة رسمية حتى يتحصل كل مواطن على خدماتها بطريقة قانونية شهدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية حفل تخريط الدفعة السادسة قسم الجغرافية تقرير الذدين الامين نصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار وتحت الشعار عطاء لا محدود لأرض ما زالت تجود نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الجغرافية بجامعة جمينا حفل تخريط الدفعة السادسة التي اطلق عليها دفعة المرحومة دكتور ابراهيم محمد اسحاق رائد التعليم العربي الجغرافي بشاد وقد تضمن برنامج الاحتفال عاقب الافتتاح بالقرآن الكريم كلمة اللجنة المنظمة للحفل وعاقب ذلك قدمت نبذة تاريخية عن حياة الراحل الدكتور ابراهيم محمد اسحاق بدءا بمراحل تعليمه وإسهاماته في إثراء التعليم العالي قسم الجغرافية إلى حين وفاته وبعد ذلك قدمت كلمة الخرجين حيث طالبوا من خلالها بفتح قسم الماستر بالكلية حتى يتثنى لهم متابعة الدراسة داخل الجامعة ومن ثم كلمة نائب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي ناشد الخرجين بضرورة الاجتهاد لمزيد من العطاء أما الأمين العام النائب بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور أحمد محمد مهاجر فقد حض هو الآخر الخرجين على أن يكونوا قدوة لمبعدهم والتحلي بالمثالية في أداء واجباتهم للنائي بمجتمعهم وارتقائه هذا وقد انتهى الحفل بتوزيع شهادات الخرجين وسط حضور أسرهم وجمع غفير من طلبة الجامعات في الملف الديني احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد ميلاد المسيح عليه السلام كان ذلك بكنيسة القديس بول محمد السليق لام وإشراق رحمة عبد الله في سياق هذا التقرير وسط حجد كبير من النساء المسيحيات التابعين للكنيسة الكاثوليكية وغيرهم من المدعين بدعت مناسبة القداسة التي نظمها اتحاد نساء الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام في كلمتها رئيسة اللجنة المنظمة داداناندي رحبت الحضور وقالت إن هذا الجمع الكبير من النساء اللواتي أتينا ملبين دعوة الاتحاد لهو خير دليل على إيمانهن بالعمل الذي يقوم به الاتحاد أما المنسق لعمل الاتحاد أنغرباي شانتال فحنعت الحضور بعيد ميلاد المسيح عليه السلام وأضافت بأن الاتحاد يسعى دوما إلى لم شمل نساء الكنيسة الكاثوليكية ونشر المحبة والإقوة فيما بينهم كما أنهم يقومون بجمع التبرعات وتقديمها لزوي الاحتياجات الخاصة كمساعدة منهم في دعم الشرايا الضيفة وتقاسم ساعات الفرحة معهم وعليه فإن الاحتفال شهد فقرات طرانيم وعناشيد مسيحية التقرير لعبدالله برما ونبقى في نجاطات الإخوة المسيحين بمناسبة تعيد ميلاد عيث المسيح عليه السلام وهذه المرة من مدينة أتيا حاضرة إقليم البطحة وأحمد داود هكذا احتفل المسيحون الإنجيلون في مدينة أتيا بعيد ميلاد عيسى المسيح عليه السلام رئيس اللجنة التنظيمية بلان أنتوان أكد أن الاحتفال لهذا العام يأتي في وقت يحتاج منا إلى الصبر والتكاتف والمحبة أما الأب ألونزا بير راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة أتيا فقدم رسالة المسيح الداعية للسلام والتعايش السلمي وحب الرب الأمين العام ليقليم البطحة قال إننا قبل أسابيع احتفلنا بعيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم واليوم نحتفل بعيد المسيح عليه السلام فهذا يدل على التسامح الديني والتعايش السلمي الذي تتمتع به جاد آخيرا وزعت هدايا للأطفال بهذه المناسبة رياضيا رأس رئيس الفدرالية الجادية لكرة القدم والأنديا محمود مختار مناسبة توزيع الشراط لحكام المجلسة الذين أصبحوا حكاما لدى الفدرالية الدولية لكرة القدم فيفا تقرير عباس أباكر مصطفى بعد خمسة أشهر من إجراء المعاينة للحكام المحليين ليصبحوا حكاما دوليين لدى الفدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا مما يفتح آفاق جديدة للحكام في تنمية قدراتهم في أرض الكروي بحسب رئيس قسم الحكام بأن المعاينة تم إجراؤها من قبل الخبراء لدى الفدرالية الدولية لكرة القدم حيث تشارك فيها ثلاثينات من الحكام المحليين ونجح منهم ثلاثة عشر رئيس الفدرالية الجادية لكرة القدم والأنديا محمود مختار حث الحكام على ضرورة القيام بأعمالهم على وجه المطلوبة وأضاف بأنه من الضروري الالتزام بالقوانين والضوابط التي يجب أن يتحلى بها الحكم بعد ذلك تم توزيع الشار الخاصة للحكام المعتمدين لدى الفدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا كما عارب البعض أن فرحتهم باعتمادهم حكاما دوليين وإن عدد الحكام المذكورة آنفا من بينهم ستة من دول إفريقيا الوسطى وسبعة منهم حكام مساعدين